فتحنا لكم بوابة بغداد فدخلتموها لتكملوا طريقكم إلى بيروت عبر سوريا وفي سوريا لكم غرب الفراد ولنا شرقه هكذا يقول واقع حال العلاقة بين أمريكا وإيران خلف كواليس مسرح السياسة أما في العلن فالأمر يختلف كليا إيران أكبر داعم للإرهاب ووجودها في الشرق الأوسط خطر على المنطقة هذا أحدث التصريحات الأمريكية جاء على لسان دانيال كوتس مدير الاستخبارات الوطنية الأمريكية يستفيد الرجل بالحديث عن دعم إيران لميليشيا الحجد وتنفيذها أنشطة إرهابية في العراق وسوريا ويستحث الجهود في سبيل بتر أذرعها الإرهابية في المنطقة متناسيا في الوقت ذاته هوية الطائرات التي كانت ميليشيا الحجد تستضل بها وهي ترتكب المجازر بحق المدنيين وتنفذ أجندات إيران التوسعية تتبادل واشنطن وطهران الاتهامات حول المسؤول عن ظهور تنظيم الدولة وهما على صفيح الحرب الساخنة على امتداد دجلة والفراد توحدان غرفة عملياتهما في القضاء على التنظيم لتتقاسما فيما بعد تركته عبر أدوات كل منهما صراع إيراني أمريكي بطعم التخادم وبحسب مراقبين يصب في مصلحة البلدين من ناحية إبقاء المنطقة في أزمات دائمة عبر الأجندات التي تثير للطرابات الطائفية والعرقية وبالتالي يتمكن البلدان من البقاء لأطول فترة ممكنة في المنطقة لكن التجذبات التي تشدها الساحة السياسية في منطقة الشرق الأوسط قد تفرض إنهاء سياسة التصادم غير المباشر والانتقال إلى مرحلة الصدام المباشر إذا وجدت واشنطن في طريق إيران التوسعي نحو بيروت ما يتعرض مع شكل الخرائط التي ترسمها الولايات المتحدة للمنطقة قد يختلف القراء في شكل العلاقة الأمريكية الإيرانية لكنهم يتفقون على حقيقة أن البلدين وعبر عقود من التجاور التوسعي لم يخلفا لأهل المنطقة سوى أطلال مدن وأشلاء متناثرة واقتصاد مدمر وذاكرة احتلال ترجمة نانسي قنقر